يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني منوارني صديق العزيز محمود الشاكر لتحليل هذه المواجهة بين الأهلي وفريق قرواة الياباني النهاردة اللي فاز بيها النادي الأهلي وحصل برونزية كأس العالم للأندية محمود منوار الدنيا كالعادة أنت المنوار الدنيا كيمو مبسوط كالعادة أن أنا متواجد معكم متواجد هنا في رقم عشرة ومبروك طبعا لجميع النادي الأهلي الكلمة الليقولة كلمة حرة تقولي يعني إنجاز الأهلي العظيم النهاردة العادي العادي بتاع النادي الأهلي والعادي بتاع مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بتروح تاخد برونزية وبترجع تاني والغريب زي سكينة في الحلاوة أه يعني حاجة بسيطة جدا والغريب إن جمهوري النادي الأهلي بعض منه اللي هو مش راضي يا جماعة إزاي اللي احنا هو مش راضي بمنطق إنه أنا عايز الأحسن كمان أنا عاوز أكتر من كده في ظل يا كريم في فرق كتير جدا في أفريقيا بتحلم بمداليا طبعا ده إنجاز كبير جدا مبروك للنادي الأهلي ومبروك لجماهير النادي الأهلي البطولة الأمتع والأجمل في تاريخ مشاركات كأس العالم الأندية للنادي الأهلي مناصفا ما بين البطولة لسنة اللي فات ولكن دي السنة دي بتبقى أفضل شهر عشان خاطر رياته وجت برونزية السنة فات نادي الأهلي خد مركز رابع وتحية كبيرة جدا لمارسل كولر مدير الفني اللي بالنسبة لي هو مدير الفني على أعلى مستوى ومن أفضل مديرين الفنيين لجوم تاريخ النادي الأهلي وهقولك على راكم يا كريم قبل ما نخش على الحالات نادي الأهلي شارك في بطولة كأس العالم الأندية تسع مرات سبع بطولات جاب سبعتاشر هدف في بطولتين مارسل كولر بس جابها 14 هدف فأنت متخيل يعني القوة الهجومية الوقت اللي الناس كلها بتتكلم يا جماعة نادي الأهلي محتاج فرود نادي الأهلي من غير فرود وهو الآن من غير فرود بالزبط نادي الأهلي غير فرود بياخد 3 كاس العالم للأندية بيجيب 14 هدف مارسل كولر بالزبط فده العادي والطبيعي بتاع نادي الأهلي فأكيد مبروك لجمهيري النادي الأهلي ومبروك لنادي الأهلي ومجلس إدارته ده الطبيعي أكيد للنادي الأهلي حابب تبدأ بي حابب تعالى نبتدي مثلا تعالى نتكلم على ان شرصت نادي الأهلي نهاردة في الضغط الهدف اللي شفناه أحرز الهدف الثاني اللي جابه بيرسي التالي وهل الهدف ده كان صدفة ولا الهدف ده كان تكرار العملية المماطية النادي الأهلي بيعملها ما نيجي نستعرض الحالات بتاعت الضغط كلنا طبعا كريم عارف كلنا عارفين أن النادي الأهلي قوته وشرصته السنين اللي فات كلها أهم مع مارسل كولور بالذات في الضغط العالي الكبير جدا اللي بيمارسه النادي الأهلي وقلنا لأي حد يحاول يتدرج بالكورة من تحت أو يعمل البلد اوب من تحت هتلاقي أن النادي الأهلي قوة شرصته الهجومية في الضغط العالي الجامد قوي هو اللي بيخلي الفرق اللي قدامه وقتتها الحالات يا شباب عشان ما نضيعها شواءت بالزبط على طول راجل من بدل عمله اللي عايز الحالات الهدف اللي جيبت على بيرسي تالي وكان جاي من ضغط ولكن من أول المباراة والنادي الأهلي كعته في بطولة العالم للأنداء الكريم بيضغط ناول هنا دي كورة كانت في الدقيقة تريبا 12 هيحاول يطلعوا بالكورة قروة ضغط هنا بص أحمد حسن كوكا هيضغط على العيب رقم 6 اللي بيحاول يطلع بالكورة من بتاع قروة نكمل الحالات وإحنا بنكلم لحد من الوقت أول ما تضغط طبعا أحمد حسن كوكا مرحل فان الفرقة كلها بتاعت نادي الأهلي يا كريم رحلت قامت الكورة اتقطعت من لعبي النادي الأهلي اتقطعت الكورة تشوف بقى التحول هنا اللي حصل مرهان عطيها قطع الكورة الحولت هجمة للنادي الأهلي أمطلع لبيرسي تاو محمود كهربا من لمسة واحدة لعبها بيرسي تاو لكهربا كهربا قلشت منه نزلت لبيرسي تاو بيرسي تاو لعبها وصلت لحسين الشاحات حسين الشاحات ضايع فرصة أقول فده أول ضغط للنادي الأهلي ضغط علي قطع الكورة تعالى نشوف واحدة اللي بعدها حصك بقى مواف هنا لحصة رجل اللي تحت كنا نفرق مع بعض على مباراة هنا وراقم يحاول يطلع بالكورة من تحت مارس الكورور بينادي على لعبة النادي الأهلي تعالى تعالى اضغط على حامل الكورة من ناحية دي نكمل الفريم اللي بعده هو عمال يقول له تعالى بإيده عشان فيشوف مارس الكورور أول ما النادي الأهلي بدأ يضغط الراجل مش لاقي حلول بص يا كريم بقى هنا نقف لحظة شوف لعبة النادي الأهلي الوقفة بتاعتهم عامل إزاي حسين الشاحات قافل على الباك اللي هناك محمود كهرباء قافل زاوية التمريد على الباك وهيدغط على الجون إمام عشور مد لغاية السنتر باك التاني وهو بيرسي تاو قافل على الباك الليفت بتاعهم وأحمد وكوكا زي ما قلنا بيطلع طول العيب رقم 6 نكمل الحالات فالراجل هيرجع بالكورة للحارس الحارس برضو مش هلاقي حاجة يعملها نكمل الحالة فالراجل هيستلم الكورة ضغط كبير أو من نادي الأهلي حسين الشاحات كمان ضم وهتلاقي في رئة النادي الأهلي كلها ضمت الراجل هيطلع بالكورة مفيش أي حل لموجود عند قروة فهيضطر الراجل يا كريم إنه هو إشارتة الكورة عالية عشان ترجع للنادي الأهلي